ما هي أسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن الكريم؟ هناك العديد من أسماء يوم القيامة التي ذكرت في القرآن الكريم مرة واحدة وكذلك التي تكرر ورودها في القرآن الكريم سوف نذكرها كلها أولاً الغاشية وقد سميت بذلك لأنها تغشي الناس وتعمهم بأهوالها قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ ثانياً القارعة وقد سميت بذلك لأنها تقرع قلوب العباد عندما تأتي عليهم وتفزعهم قال الله تعالى كذب الثمود وعاد بالقارعة الحاقة وسميت بذلك لأن الوعد والوعد يتحققان في ذلك اليوم قال الله تعالى وما أدرى كما الحاقة الطامة الكبرى تعرف الطامة بالداهية أو المصيبة التي تصغر أمامها كل مصيبة أخرى وسمي يوم القيامة بالطامة الكبرى لأن فيه شدة عظيمة تهون كل شدة أمامها قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى الصاخة الصاخة اسم فعل أو مصدر من الفعل صخة ويصخ وهي تعني الصيحة التي تقرع الآذان لشدتها فتصمها فلا تسمع إلا دعوتها للإحياء وتكون هذه الصيحة يوم القيامة قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم الوعيد ويوم الموعود يشتق لفظاء الوعيد والموعود من وعد والوعد يدل على ترجية الخير أو الشر أما الوعيد فهو التهديد بالشر والموعود لفظ يدل على المستقبل قال تعالى واليوم الموعودي وقال أيضا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يوم الحسرة وقد سمي بذلك لأن الحسرة والندم تعظم فيه وتشتد فتضيع فيه فرص الفوز بردى الله تعالى وجنته إذ لا مجر فيه للرجوع والعمل وقد يوجب ذلك استحقاق سخط الله تعالى وبالتالي الخلود في النار وذلك أعظم حسرة قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة يوم التناد التناد لفظ مأخوذ من النداء وهو الصراخ وسمي يوم القيامة بيوم التناد لأن الناس فيه ينادون على بعضهم البعض ويصرخون على بعضهم البعض ويستجيرون ببعضهم البعض ولكن لا ملجأ من الله تعالى إلا إليه قال الله تعالى ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم التلاقي التلاقي لفظ مأخوذ من اللقاء وسمي يوم القيامة بيوم التلاقي لأن الناس فيه يلقون ربهم وقد انكشفت جميع أسرارهم للحساب قال الله تعالى لينذر يوم التلاقي يوم التغاب التغاب المصدر من الفعل تغابنا والغبن هو غلبة البعض للآخر وسمي يوم القيامة بيوم التغاب لأن أهل الحق والإيمان يغبنون فيه أهل الباطل فلا غلبة ولا غبن أشد من ذلك إذ إن أهل الحق فازوا بالجنة ولم ينى الأهل الباطل إلا السخط والخلود في النار قال الله تعالى ذلك يوم التغاب يوم الخلود والبقاء وقد سمي بيوم الخلود لأنه يوم دائم لا نهاية له فأهل الإيمان يخلدون في الجنة بينما يخلد أهل الباطل والشرك والنفاق في نار جهنم قال الله تعالى أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود كل هذه الكلمات التي ذكرناها وردت في القرآن الكريم لفظة واحدة ولكن هناك العديد من أسماء يوم القيامة التي تكرر ورودها في القرآن الكريم كيوم القيامة اليوم الآخر الساعة ويوم البعث يوم الفصل يوم الدين يوم الجمع الآزفة كما أن له أسماء أوردها العلماء إما عن طريق الاشتقاق بما ورد منصوصا كيوم الصدر ويوم الجدال أو عن طريق الأوصاف التي وصفه الله تعالى بها كيوم عسير ومشهود وعقيم وعبوس وقمطرير أو بما يقاربه ويماثله من الأحداث التي سيشهدها كيوم الازدحام واختلاف الأقدام والانكسار والذل والهوان والمرصاد والميقات ولا شك أن كثرة الأسماء التي اختص بها يوم القيامة تدل على شرفه ومكانته وكماله في شدته وصعوبته اشتركوا في القناة